يعني ألا تعتقدين أنك تضحكين على المشاهد يعني تصفين بعض ردود الأفعال البسيطة بالهمجية هل نسيت أن البلد الذي تسكنين فيه دمر بلدا بأكمله اسمه العراق قتل مليون ونصف مليون عراقي شرد خمس ملايين عراقي ألم تشاهد الأطفال عشرات الأطفال الذين أبيدوا في غزة في محرقة بشهادة إسرائيل يعني عندما يفجر شخص نفسه يصبح إرهابيا أم عندما تبيدين شعبا بأكمله ودول بأكملها يصبح عملا إنسانيا على من تضحكين بالله عليك لماذا هم مستاءون مما يشري في غزة وقد قال لهم القرآن أن تقتلوا أو تقتلوا وهم يقتلون ونقتلون فأين الغبادة في الأمر سبل القرآن لا يمكن يا سيدتي عايزة كلمة في السياسة تفضل يا سيدتي رجاء في السياسة رجاء هو كل الكلام بتاعه عن السياسة رجع عليه في السياسة لا تستطيع دكتور فيصل أنت تعرف أنك لا تستطيع أن تفصل بين الإسلام والسياسة فالإسلام ليس دينا وإنما سياسة ويجب أن تدعني أن أعبر عن آرائي بالطريقة التي أريد أن أعبر فيها عندما اتصلت بي لم تقل أنك لا تستطيعين أن تتناول الإسلام والقرآن الإسلام قال لهم أن تقتلوا أو تقتلوا وها هم يقتلون ويقتلون فأين الغضاضة؟ هم يريدون الشهادة ويريدون أن يلتقوا بحورياتهم العزراء وكل ما هناك إسرائيل تسارع لهم في طلبهم فأين الخلل في ذلك الأمر؟ إذا أردتم أن تغيروا مجرى الأحداث عليكم أن تعيدوا النظر في التعاليم الإرهابية التي بين أيديكم عليكم أن تعترفوا بحق الآخر في الحياة وأن تحترموا هذا الحق عليكم أن تعلموا أطفالكم الحب والسلام والعيش المشترك والعمل المثمر وعندما تفعلون ذلك سيحترمكم العالم سيراكم بطريقة أفضل وسيرسموكم بطريقة أفضل هل تستطيعين الآن أن تديني المجازر الصهيونية في غزة؟ قلت لها السؤال عبارة دي قلت لك هذا السؤال عبارة واحد هل تستطيع أن تدينيها؟ هل تستجرأين؟ أستطيع كيف؟ أدين الفلسطينيين والإسرائيليين على بنفس الطريقة تقولي حاجة عن الإسرائيليين كده والله حماس تارت هذا الطريق وعليكم أن تدفعوا عواقب خياركم عندما تريدون سلاما ألا على ثقة بأن إسرائيل تريد السلام ولكن طالما تطلون على أنفسكم تلك التعاليم المليئة بالحقد والضغينة والأرهاب لن تستطيعون أن تصنعوا سلاما مع الآخر يجب أن تعترفوا بحق إسرائيل في الحياة وتحترموا هذا الحق وأن تعلموا أولادكم الحب والسلام والعيش المشترك وعند إذن سيكون هناك سلام أنت هل تستطيعين أن تشكك مثلا تقولين أن عدد الذين قضوا في المحرقة اليهودية ناقص واحد هل تستطيعين أن تتحدث بهذا السياق طيب لماذا لا تتجرؤون على الاقتراب من التاريخ اليهودي فما بالك بالدين اليهودي والمقدسات اليهودية لماذا لا نرى عضلاتكم إلا على المسلمين المستضعفين لماذا؟ لماذا تريدني أن أكذب وسائق تاريخية أكدت تلك المحرقة لو لم يكن هناك إثبات لكذبته ولكن لا أستطيع أن أكذب التاريخ والعلم والوسائق التي تؤكد صحة تلك المحرقة فلماذا تريدني أن أكذب حقيقة؟ جميل يعني كما واضح من أنت استماعات يعني ليس هناك مشكلة في أن تكذب الكتب المقدسة لكن الدكتورة تصر على أن لا تكذب الوسائق التاريخية هل تستطيع كمسلم أن تكذب مجزرة اليهود؟ هل تستطيع أن تكذب مجزرة يهود بني قريزة التي قام بها محمد وأجزاءه؟ أن هناك سيطرة من طغمة لا تستطيع لا أن تنتقد إسرائيل ولا أن تنتقد المحرقة وكل من انتقد المحرقة إما حول إلى المحرقة يا راجل نعم شمسكي اتكلم بس في كتاب بسطر كده عن المحرقة اتشاء الكتاب تلمم السوق يعني هذه الادعاء برنارد ليوس هذا المفكر الكبير تحدث بس عن المحرقة اتحاكم عنيه بالمحرقة طي جميل جدا بس الرئيس الأمريكي حينما ذهبت القوات الأمريكية إلى الفلبين قال لهم تعلمتين اقتلوا ما دون العشرة ما فوق العشرة وأعيدوا نصرهم هل دعوتني إلى البرنامج كي أسمع تلك الخطابات الرنانة التي مضى على اشترالها 1400 سنة؟ جميل الحمد لله نحن عندنا هوية وحضار تصور رجلا يؤمن بقتل تارك الصلاة ينتقد الفريات في الغرب إنها لمهذلة أي ماضي ذلك الذي يدافع عنه؟ هل يدافع عن الغزل والغنائم؟ ماضي الأمة الإسلامية التي كانت منارة العلم على بسرع العالم ومضاح ما طاب له من النساء وقطع الرقاب وتقطيع الأيدي والأرجل منخلاف وتكفير الناس وشرب بول الإبل لأن فيه دواء لكل داء هل هذا هو الماضي الذي يدافع عنه؟ لا أنا أدافع عن ماضي عظيم لأمة عظيمة العشرات العلم والمدنية لما كان الغرب أفضل حاجة عندهم وحد يصطد أرنب ويرجع في الجحر بتاعه لا هذه الأمة التي قدمت الحضارة وقدمت للإنسانية أعظم ما قدم حتى الآن والتي طرحت نحن الدين الذي لا يكتمل إلا بالاعتراف بالأديان الأخرى نحن الذين دعونا للسماحة في كل شيء شكرا